البداية معك دكتور يوسف يعني مثل ما تابعنا ونتابع الآن الاستعداد لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة ما أهمية مشاركة المواطن في انتخابات المجالس البلدية أو بالتحديد المجلس البلدي بمحافظة مسندة لا شك أن المشاركة في غاية الأهمية لأن المواطن المحب لوطنه الحريص على التقدمه والزهاره وتطوره لا بد أن تكون له مشاركة وله أصلا حق التعبير عن رأيه وحق الانتخاب فحينما يشارك في هذه الانتخابات هو يعبر عن رأيه ويعبر عن حبه لوطنه يعبر عن حرصه على مصلحة هذا الوطن فيحسن اختيار الذي يمثله في هذا المجلس الذي يعول عليه الكثير من الأهداف المرسومة له ويساهم هذا المجلس في مشاريع تنموية عديدة فمشاركتنا جميعا في هذه الانتخابات مهمة جدا وعلى الجميع أن يشاركوا بهذه الانتخابات ويكون لهم دور ويشجع الآخرين أيضا على المشاركة دكتور كيف يختار الشخص المنتخب العضو الذي يراه مناسبا في المحافظة هل من أشياء معينة يجب أن ينتبه إليها الشخص الذي يقوم بعملية الانتخاب طبعا الانتخاب وحق الانتخاب والإبداء بالأصوات وإن كان هو حق لكنه أمانة فكونوا أمانة لا بد أن نحسن الاختيار فنختار من يمثلنا خير تمثيل في هذه المجالس ممن يتصف بالخبرة العلمية ولديه الكفاءة ولديه أيضا مهارات الاتصال والتواصل مع الناس بحيث يتلمس الاحتياجات الوطن والمواطنين وأيضا يعرف من خلال الحوار والنقاش معهم يعرف الأفكار الإبداعية التي من شأنها أن تطور الخدمات وتطور الوطن وتساهم في دفع عجلة التقدم وتنمية الاقتصاد طيب دكتور أنا كناخب ما الذي يجعلني أشارك في انتخابات المجالس البلدية مثلا على سبيل المثال في مسندم أنا كناخب حبي لوطني يدفعني أني أشارك لأني أعلم أن صوتي هذا مهم جدا فالشخص المناسب ينبغي أن نتفق ما أقول نتفق فيما بيننا لكن كل واحد مننا يعرف أن هذه مسؤولية وأنه لازم أنا أشارك في هذه الانتخابات حرصا على مصرحات الوطن فأختار الشخص المناسب الذي يمثلني والذي بدوره سوف يرفع المتطلبات هذه المقترحات التي سوف تطبق وتنفذ ويعود نفعها على الوطن والمواطن نعم يعني دكتور أنت ترى أيضا أنه مسألة انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة يجب أن تكون حديث الأسر في المنازل يجب أن تكون حديث الأصدقاء أيضا للفترة القادمة لأهميتها فأين ترى الأهمية البالغة في مسألة أنه دائما يجب علينا أن نهتم بمسألة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية خاصة رأينا أن الفترة الماضية المصرمة كانت كان هناك حراك كان هناك نشاط كبير لأعضاء المجالس البلدية في محافظة مسندب هو ينبغي أن تكون مجالسنا فيها تشجيع للآخرين على المشاركة في هذه الانتخابات ومن لديه فكرة أنه أنا يقول أنا ما بشارك لأسباب هو يعتقدها ينبغي أن نغير هذا المفهوم لأن المشاركة جدا مهمة ولابد أن نتكاتف جميعا لتحقيق أهداف هذه الانتخابات وتحقيق أهداف المجلس البلدي واختصاصاته بالصفة عامة بغض النظر عن القرابة بغض النظر عن القبلية بغض النظر عن أي أمور أخرى ومصالح أخرى ينبغي أن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار نعم ينبغي أن نجعل هدفنا وهدف نصب عيوننا أن هذا وطن مسؤولية الجميع أن نساهم في رقيه وتطوره وازدهاره من خلال المجالس البلدية من خلال مشاركتنا في الانتخابات المجالس البلدية نعم ترجمة نانسي قنقر